نسطنبول ينضم إلينا سيد هشام جوناي الكاتب والمحلل السياسي سيد هشام يعني أول انتخابات كان الفرق بين المرشحين 13 ألف صوت اليوم فرق الأصوات 800 ألف صوت فرق كبير يعني مقارنة بالجولة الأولى برأيك كيف يمكن أن نفسره أو ما هي دلالته؟ الحملة الانتخابية التي بنيت عليها حزب العدالة والتنميع بنت عليها النظريات التي قدمتها لم تقنع الشعب بتاتا يعني حتى موضوع التلاعب بالنتائج لم يكن مقنع لم يستطع الحزب إقناع حتى الناخبين له بأن هذه الانتخابات كانت فيها عملية تلاعب بالنتائج والسرقة بالأصوات كما كان الادعاء أيضا الشارع التركي عقب حزب العدالة والتنمية من خلال طبعا صناديق الاقتراع على موضوع وهو أن تقديم عبدالله أجلان بآخر يومين من الانتخابين من الانتخاب على أساس أنه يحث الأكراد أن لا يذهب إلى الصندوق هذا الأمر اعتبره المواطن التركي أنه يعني مثل استخدام شخصية معترف بها بأنها ملتصقة بالإرهاب لصالح حزب العدالة والتنمية وهذا حقيقة كان له إذن اليوم سيد هشام في إبعاد الأصوات عن الحزب يعني بهذه النتيجة هناك ورقة قوية رابحة بيد المعارضة كيف يمكن لها أن تستغلها لتحقيق المزيد من المكاسب وكشف أردغان أيضا يعني المعارضة الآن لديها فرصة ذهبية حقيقة يعني هذه الانتخابات انتخابات بلدية نعم ولكن تعرفين بأن خدمات البلدية تمس المواطن بشكل مباشر وتتيح الفرصة للحزب لحزب الشعب الجمهوري أن يظهر نفسه ويمثل إرادة الشعب على أكمل وجه في الخمس سنوات ومن خلال طبعا هذه الفترة ربما سيكون هناك ظهور لقائد جديد للمعارضة هذا الشيء الذي نفتقده حقيقة بتركيا لينافس الحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية الجديدة لذلك أعتقد بأن المعارضة اليوم حصلت على فرصة يعني لا تثمن بأي شيء لأن هذا الحزب حقيقة الحزب الشعب الجمهوري لم يجد أي فرصة في الوصول إلى الحكم منذ عقود شكرا جزيلا لك من السنبول هشام جونايا الكتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر